اهلا بكم في حصة مغاربية والبداية مع الغضب والاحتجاجات التي عمت مدن وشأوارع ليبيا رفضا لعدم اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها وفقا للاتفاق السياسي الليبي الموقع بجنيف المتظاهرون طالبوا بسرعة اجراء الانتخابات كما ندد بحالة الاستقطاب والتجذبات السياسية التي حالت دون اجراء الانتخابات في موعدها الغضب والشعبي تزامن مع مطالبات دولية بالاسراع في تحديد موعد جديد الانتخابات الرئاسية الليبية والالتزام باجرائها حيث دعا بيان اوروبي امالكي الى تسوية الخلافات حول القضايا السياسية والعسكرية دون اللجوء الى العنف كما ابدت الدول الغربية والاستعداد لمحاسبة من يهددون الاستقرار او يقوضون العملية السياسية والانتخابية اليوم الجمعة التاريخ الرابع والعشرون من ديسمبر عام 2021 كان يفترض ان تكون ليبيا فيه على موعد مع انتخابات تنقذ مسارها السياسي ولكن الظنون خابت والامالة بخرت امام جملة من العراقيل استحال معها تنظيم الاستحقاق الانتخابي فماذا بعد الرابع والعشرين من ديسمبر حراك شعبي ينبعث من جديد رفضا لتأجيل الانتخابات في حالة ليبية يزداد منسوب الضباوية فيها ارتفاعا مظاهرات شعبية انطلقت في بنغازي احتجاجا على عدم اجراء الانتخابات في موعدها الكل يعلم ان اليوم هو يوم كان من المفترض ان يكون يوما للانتخابات ولكن للأسف هناك محاولة لاختطاف الارادة الوطنية للشعب الليبي التي اثبتت نفسها عبر استلام 2.500.000 بطاقة انتخابات للأسف من هم على كراسي السلطة من مجلس نواب ومجلس دولة ومجلس رئاسي وحتى البعثة الاممية اخذلوا الشارع الليبي حقيقة خذلونا وخذلوا امالنا وضموحاتنا في اعادة انتخاب السلطة التشريعية ورئيس الدولة ولكن نحن هنا اليوم لنقول لا للتأجيل ولا للازاحة وتتطلع انظار الليبيين الى جلسة مجلس النواب المرتقب عقدها لاثنين المقبل والتي ستبحث وسن ريوهات ما بعد التأجيل واعداد خارطة طريق جديدة فضلا عن مناقشة مستقبل الحكومة الحالية ما بين تكليف حكومة جديدة او اجراء تعديل محدود على التشكيلة الحالية ووسط هذا المشهد الشائك كثف المجتمع الدولي ضغطه لاجراء الانتخابات باعتبارها جزءا من الحل السياسي المنشود لانقاذ البلاد من الفوضى حيث طالبت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وعلمانيا وايطاليا بالاسراع في تحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية في ليبيا ونشر القائمة النهائية للمرشحين دون تأخير ليبيا اليوم امام مفترق طرق ما بين حراك شعبي وضغط دولي فالى اين تتجه البلاد وسط تحذيرات من عواقب الوصول الى طريق مزدود وما هي البدائل والخيارات المحتملة لدى كل الاطراف في حال تعثر التوافق على موعد جديد لاجراء الانتخابات اسئلة مطروحة تنتظر الاجابة ينضم إلينا ضيفنا من بنغازية الدكتور علي حمودة الاب رئيس تكتل احياء ليبيا اهلا بك معنا في حصة مغاربية دكتور حمودة اي رسائل تصل للمسؤولين في الدولة الليبية لكل الرافضين والمعرقلين للانتخابات وبالذات الانتخابات الرئاسية من وراء المظاهرات التي خرجت اليوم في عدد من المدن الليبية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا سيد النبي السلام عليكم وجميع السيدات والسادة المشاهدين بكل تأكيد أن التغيير هذا الوضع الراهن ليس بالأمر اليسير وخارطة الطريق التي انبثقت عن ملتقى الحوار في جينيف والتي أكدت على تاريخ الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر واجهت الكثير من الصعوبات وواجهت الكثير من الخروقات ولكن الشعب الليبي سائم من تلك المحاولات في أن هناك شخص آخرين من جهات سواء أممية أو منظمات أجنبية تختار عددا من الأشخاص ليختاروا السلطة التي تقود هذه الدولة هذا الأمر يعتبر سلب واغتصاب لإرادة الشعب الليبي ورأينا أن رغبة الشعب الليبيين وخصوصا بالعدد الكبير من المسجلين الذي اقترب إلى ثلاثة ملايين مسجل في الانتخابات أنهم يرغبون باختيار سلطتهم وتجديد الشرعية سواء في الانتخابات البرلمانية أو الانتخابات الرئاسية لكن أنت قلت بنفسك أن هناك عرقيل هناك عقبات تواجه إجراء الانتخابات خصوصا في موعد 24 ديسمبر الذي يمر اليوم من دون إجراء أي انتخابات بل على العكس نرى خروج مظاهرات واحتجاجات هل تعتقد أنه بالإمكان فعلا إنهاء كل الخلافات والمشاكل القانونية والسياسية وحتى الأمنية التي تواجه هذه الانتخابات علينا الإدراك سيد نبيل أن الأجسام الهشة الموجودة في الدولة الليبية بكل تأكيد لن تنتج إلا مخرجات هشة وهذه المخرجات الهشة عرضة إلى التجاذبات السياسية وأيضا حزب الوضع الراهن الذي يحاول الاستمرار في الاستبداد بالسلطة لسنوات عدة وكذلك هذه الحكومة التي انبثقت برئيس الحكومة الحالية التي من المفترض أن تعد إلى الانتخابات ها هي ثارة تقول أنه ليس بالإمكان تأمين الانتخابات وتارة إذا كان رئيس هذه الحكومة استطاع الدخول كمرشح رئاسي تصبح الانتخابات من السهل تأمينها فكل هذه التجاذبات والسلط الموجودة من البرلمان ومجلس الدولة ورئاسة هذه الحكومة يرغبون في إطالة الأمد ولكن رأينا غضب هذا الشارع وخروج الناس من أجل منع هذا التمديد الآن هناك مقترح من المفاوضية العليا طبقا للقانون بحيث أنه يكون في الرابع والعشرين من يناير هو يوم التهاب الى الصعبية لكن دكتور حمودة ما الذي يضمن أن لا يتم القفز حتى على الموعد الجديد مثل ما تم القفز الآن على موعد 24 ديسمبر رغم كل التوافقات الداخلية والخارجية والدعم الدولي الذي حظي به هذا الموعد الانتخابي لا شك أن هذه المحاولات لن تتوقف من أجل عرقرة الانتخابات أو الاتجاه إلى تشكيل الحكومة ولكن لازال الدغط الدولي مستمر كما رأينا اليوم في بيان الدول الخمسة الذي أيضا توافق تماما عندنا نحن في تكتل حيال ليبيا مع المبادرة التي تم اقتراحها من التكتل الأيام الماضية والتي تؤكد على دعم المفوضية وتؤكد على أن هذا التاريخ الذي اقترحته المفوضية أن لا يؤجل وعلى البرلمان أن يكون على قد المسئولية ويؤكد على هذا التاريخ ويعتمد هذا التاريخ وكذلك أن يتم تعديل الحكومة بحيث رئيس هذه الحكومة الذي استقال أو ترك رئاس منصبه باعتباره مرشحا أن لا يعود إلى هذا المنصب لممارسة مهامه الضمانات في كل الأوضاع كما قلت لك الأوضاع هشة لا توجد ضمانات كافية ولكن خروج الشارع هو مؤشر أن هذا الغضب سيتزايد وأن الشارع والشعب الذي يريد حقه في اختيار رئيسه ولن يترك هذا الأمر مجددا إلى 75 شخص يتم اختيارهم بخيارات دولية وانتقائية غير معروفة ومعايير غير معروفة البيان الأوروبي الأمريكي الذي صدر بخصوص هذه المرحلة وما توجهه العملية الانتخابية من عراقيل هل يعتبر ضمانة كافية؟ هذا يؤكد أن هذه الدول لازالت على نفس الاتجاه من أجل تنفيذ خارج الطريق والاتجاه للانتخابات هناك محاولات للتضليل أيضا محاولات تضليل إعلامية وإشاعات وأمور كثيرة جدا لجعل هذا الشارع الليبي أن يتم إحباطه وأن ييأس من قدوم انتخابات وهذه محاولة خطيرة جدا تقوم بها بعض الجهات التي تمول من شخصيات يسعون لاستمرار الوضع الرهن أيضا تعويننا الكامل على تحمل المسؤولية الكاملة من أعضاء البرلمان الليبي وكذلك على وعي الشعب الليبي بأن لا يترك هذا الأمر يمر بهذا العبط ومزيد من العبط إجرائيا من خطوات التي ينبغي على مجلس النواب أن يتخذها بشكل واضح لهذه المرحلة ما بعد 24 ديسمبر بما أنه لم تجرى انتخابات ما المطلوب بالضبط نعم البرلمان قام بتشكيل لجنة لمتابعة ومسائلة المفوضية بحيث هناك بعض الخروقات كما قال بيان مجلس النواب وعليه أن يسلم تقريره إلى البرلمان الليبي وأن يحدد أو يصحح أي شوائب أو أخطاء حصلت أو تجاوزات للقانون حسب ما قيل أو ما سمع أو يثبت أنه لا يوجد أي خروقات ومن ثم يؤكد طبقا للقانون على الموعد موعد الذي اقترحته المفوضية وهو الرابع والعشرين من يناير وعلى المفوضية أيضا حسم أمرها والإسراع في خراج القائمة النهائية للمرشحين الرئاسيين وكذلك القائمة الأولية للمرشحين لمجلس النواب الليبي ثم تنطلق بعد ذلك الدعايات الانتخابية للجولة الرئاسية إلى أن نصل إلى الرابع والعشرين من يناير ونقبل المشوار الانتخابي بعونه تعالى لكن هناك معلومات أو لنقل تسريبات ربما لم تتأكد بعد ننتظر إلى أن تعقد جلسة مجلس النواب إذا ما عقدت بالفعل يوم الاثنين المقبل دكتور حمودة تفيد بأن ربما مجلس النواب سوف يذهب في اتجاه تأجيل الانتخابات أو تأخيرها ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر من الآن وتشكير حكومة أخرى بدل من حكومة عبد الحميدة بيبة في هذه الفترة إلى أي درجة هذا التوجه موجود بالفعل أو مطروح نعم عندما اقتربت المدة وواجهت بعض التعطيل خاصة نتيجة العداد الكبيرة من المرشحين حصلت الكثير والكثير من المبادرات وصارت هناك الكثير من الدعوات حول أنه سوف يحدث فراغ في السلطة التنفيذية وهذا تم استغلاله من كثير من الجهات إلى الدفع بعدة اجتهادات بعضها قد يكون صائب وبعضها قد يشكل الخطر مجددا في نظر الشارع الليبي مثلا أن تشكيل حكومة جديدة نحن ندرك جيدا أن تشكيل أي حكومة سيأخذ أكثر من ثلاث أشهر وحتى تنتظم عمال هذه الحكومة ستأخذ أيضا مدة طويلة وهذا معناه رغبة أو سيؤدي حتما إلى الغاء هذه الانتخابات أيضا أنك أنت موجودة الآن حكومة ستتمسك وهناك شبح إذا شكلت حكومة جديدة وهو شبح 2014 اللي حصل عندنا بحيث أن تصبح هناك حكومتين وعليه رأينا نحن في تكتر حيال ليبيا هو الإبقاء على هذه الحكومة مع تقليصها مع إبعاد الشخص الذين ينتمون إلى المرشح الرئاسي اللي هو السيد عبد الحميد دبيبة رئيس الحكومة وأن يقوم مقامه نائبيه والتوقيع بالتساوي مع بعضهم هم سواء النائب السيد حسين القطراني والسيد رمضان بوجناع في هذه الحالة سنقبل مشوار إلى الاستحقاق الانتخابي لكن ماذا تقصد بإبعاد الشخص الذين ينتبون لرئيس الحكومة لو توضح هذه النقطة أكثر نعم رأينا بوضوح على سبيل المثال السيد وزير الداخلية أن معيار تأمين صناديق الاقتراع والمراكز الانتخابية يعتمد على وجود السيد رئيس الحكومة في القائمة من عدمها عندما حصل عليه الطعن أصبحت لا توجد إمكانية لتأمين الصناديق عندما فاز في الاستئناف أصبح بالإمكان تأمين هذه المراكز الانتخابية إذن هنا هذه شبهة واضحة وهناك أيضا ما يسمى تضارب المصالح وعليه أن ينبغي أن يقال أو يوضح أحد وكلاءه يسير باقي العملية كذلك وزراء الدولة والآلة الإعلامية المسخرة للدعاية لرئيس الحكومة كمرشح لرئيس الدولة هؤلاء الأشخاص المسؤولين عن هذه الوزارة ووزراء الدولة عليهم الابتعاد عن مناصبهم لأن هناك مخاوف من استعمال مناصبهم في دعم رئيس الحكومة السابق نعم لكن فيما يتعلق برئيس الحكومة وترشحه من عدم تكتل إحياء ليبيا مع أن يبقى دبيبة مترشحا في الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية حجة تكتل إحياء ليبيا كانت أن تبيبة لا تنطبق عليها المادة أطناش لكن إذا كان هناك تأجيل وهو الذي يحصل الآن أصبح الآن تبيبة فاق مدة ثلاثة أشهر بكثير إذا ما بقي خارج منصبها ليس كذلك؟ بناء على القانون في قانون الانتخابات وآلية الطعون تقدمنا بالطعن في سيد رئيس الحكومة لدينا نحن مرشح رئاسي وهو الدكتور عارف نايد وأيضا زملائه من المرشحين الرئاسيين المعنيين بالأمر تقدموا بالطعن في سيد عبد الحميد دبيبة وتم الحكم بإزالته من القائمة وقام بالاستئناف والقضاء أعاده مرة أخرى إلى اللايح لكن ذلك عندما كانت الانتخابات يوم 24 ديسمبر اليوم لا نعرف متى تجرى الانتخابات ربما في 24 يناير أو حتى بعدها بالتالي ربما أصبحت المدة 12 تنطبق على دبيبة في هذه الحالة ليس كذلك؟ العملية الانتخابية انطلقت أساسا منذ فتح السجل الانتخابي والآن موجود القائمة المبدئية والآن هناك الأحكام القضائية ونحن اللي بيصير 24 يناير هو استمرارية العملية الانتخابية في مراحلها الأخرى يعني تستمر بنفس الشروط السابقة يعني نحن مستمرين في نفس المراحل بحيث أن القضاء الآن أرجع عبد الحميد بيبة إلى السباق الرئاسي وطبقا للقانون الآن انتهت المراحل المراحل في الطعون ثم الاستناب الآن ما نطلبه هو العدم الضرار بنزاهة العملية الانتخابية بحيث أن لا يظل في منصبه وأن يبتعد عن هذا المنصب وأن يبتعد عن صفته كرئيس حكومة لأن ذلك يعتبر إخلالا ولا يعتبر فيه تكافؤ للفرص مع باقي المرشحين أخيرا دكتور حمودة سواء اجريت الانتخابات أو حدد لها موعد جديد في 24 يناير أو في فبراير أو حتى في مارس أنت تعلم بأن موعد 24 ديسمبر من البداية والعملية السياسية الحالية تم التوافق عليها في ملتقى الحوار السياسي بجنيف الذي شاركت فيه العديد من الأطراف والقوى والتيارات السياسية الليبية إذا ما تم اعتماد أو اقتراح موعد جديد أو خارطة جديدة هل سوف يشترط أيضا التوافق عليها من قبل تلك الأطراف أم لا الآن تبقى للقانون في الانتخابات الآن التشريعات والقوانين تصدر من البرلمان الليبي والقانون حدد الآلية الآن في حالة تم مواجهة صعوبات في تحقيق تاريخ 24 ديسمبر على المفاوضية أن تقترح موعدا جديدا والبرلمان هو من يحدد الموعد ويعتمده فالخطوة الآن وصلنا إلى أن الاقتراح صدر من المفاوضية العلية للانتخابات والآن ننتظر جلسة البرلمان في يوم السبع والعشرين من ديسمبر لكي يعتمد بعونه تعالى هذا الموعد وأن يتحمل المسؤولية وأن ينفذ الاستحقاق الانتخابي شكرا لك من بنغازي الدكتور علي حمودة نائب رئيس فكاتو لحياء ليبيا شكرا لك